موسيقى انها خمسة وعندها ومكنها تمس ظاضع اشتركوا في القناة 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 يعد فيها فرسلان يا الله يهودون في ناية ناية كعاد مرزن سجلوا التعادل عادل اللقائي من البداية مستحيل ما يحدث كرة يفقدها بنزيمة قدر ليسجل 49 هدف حتى اللحظة مع ناديم واليوم إذا السجل سيصل إلى الرقم 50 اليوم أمام الفرصة الرائعة من أجل تستيل هذا الهدف والوصول لهذا الرقم المميز فريد ساد يومانيا تصويبه باتجاه المرمى حارس في مكان جيد وينجع في إيقاف هذه الكرة إبعاد الكرة تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الخطر كريم بنزيما وصلت عند فيرنر كرة بطيع ساد يومانيا تنافس مستمر على الكرة تدخل ممتاز هنا بول بوكما ملعوبة إلى كريم بنزيما كايها بيرت مرة أخرى إلى الثاني ماني تيمو فيرنر حارس يسيطر على هذه الكرة بدون أي مشاكل كايها بيرت ساد يومانيا الدفاع يقطع الطريق يتصدل تصويبه بول بوكما جواو فيليكس وصلت لبول بوكما كورب تضرب الخطر خلفي يطنع تسديده من المرور ركليتات مشاهدين قد يكون معها فرصة لكسر التعادل تدخل ناجح على الكرة ضربة زاوية أخرى تنفذ قصيرة لحظات وتنفذ رميت التماس تنفذ قصيرة كايها بيرت حكم يعطي الأفضلية هنا لوروة ساني ينطلق الان نحو العم هدف التقدم يأتيم يغير مسار المباراة نقطة تحول في هذا اللقاء كل شي سأتغير يا الله على التوقيت فرصة كبيرة التعادل مستحيلة هذه اللقطة شوف الكرة اللي غيرت مسارها خادعت الجميع لمسة واحدة بعدت الكرة كان ممكن تسجل هدف في اللقطة الماضية أمكانيات الكرة العرضية الدامة تروري مدافع يقطع الطريق بكل فداية ممكن هجم مرتدة الآن بق فيها بطلق فيها روح روح الله على التحول من الدفاع إلى الهجوم كرة مرتدة مثالية وجدت طريقها للمرمى الله على السرعة الله على كرة في مده الجمال كريم بنزيمة كرة بالتعدد بواجه في المرمى يمقدر حرس المرمى لكي منزلت خطيرة لوروة كشت عليكم كثيرا مدفرسير لا حشف امطر اوه اعظم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع بداية المنافسة يكون لدى كل فرق امال عريضة بتحقيق شيء ما في هذه المسابقة لكن كل ذلك يكون مرهوم بتقديم اداء قوي جدا يعبر عن الفريق ويضر قوة المنافسين ويجذب الانتباه ويحقق الهدف بتأكيد كريم بن زيمة ضرب ركنية رح تنفذ الان بعد هذا التدخل ضرب ركنية تنفذ قصيرة الله لا الله على الكرة على التعامل على الاناقة على النهاية يا عيني عليك مشاركة رقم خمسين لماع فريقه يسجل هدفا رائعا ليجعل مشاركة اكثر تميزا وسعادة وفرحا اوه يا ربي انسيني تدخل وحتكك في اللقطة الماضية في النهاية الكرة الى رمي التماس لورنزو انسيني كان ممكن تكون فرصة على الطرف لكن المدافعة تدخل جواو فليكس وصلت الى بنزيما كرة تصلي جواو فليكس بتروح الى منزي يونس يتصد لكن لسه خطر لسه خطر بنزيما رينجرز يفقد الكرة فرصة ليرسى الكرة عرضية منتظرة والله على تمريره من صراح تضرب الدفاع ممكن هذه ممكن كرة تتعادل بيخسر الكرة عمل جيد الكرة تخرج الى ركلة ركلية بنفذ الركلية ممتاز الحرص في بعد الركلية بيخسر الكرة تمريرات جميلة انسيني فرصة متحرية تسوي بلان اللي سنية الصدلان لكرة بتعدي من فونك العرضان الله على هذا البرازيلي قد تبني الله على هذا البرازيلي نتعلم نراه في الى استقني هدف عمدي نتيجة لغياب التركيز في الأخطار أكيد أي لاحظ سيكون محبط إذا مر بهذا الموقف لكن أحيانا عليك أن ترتكب الخطأ حتى تتعلم منه بعد ذلك في تعلمات من المدرب المستضيب بزيادة الضغط على الفريق الضيب الكرة في التماثلان تمركز الجيد وساعده في قطع الكرة الفريق الضغط في التماثلان بالطبع تمنى المشاكل لأن الضغط مستشعر ولكن لا يوجد حتى الآن برغم التعادل بول بودبة كرة تصل لجولو كانت جواو فليكس وصلت إلى بنزيمة بول بودبة بسوى جرمي منزيمة فرصة الهجم المرتدلان مغاني بتاوبش نجرب وضيها والماتش على الدفاع بأن يكون أسرع في العودة للتغذية حاولي حط الكرة من فوق حارس المرمى لكن الله على الإنقاذ حارس المرمى كبتاز بحبت تجربة من الجنش بات برسير أخراج بلعوبة إلى الصلاح حلوة الكرة بين الاثنين مالي قطع للكرة في الوقت المناسب بول بوكما بلعوبة إلى فيرنار تمركز ممتاز وساعدة في قطع الكرة أنتوني مارسيال كرة تصل لصلاح يمتل قدرة ممتازة في قراءة التمريرات مارسيال ينطلق بالكرة في الثلث الأمامي ساديو ماني ساديو ماني ساديو ماني مدفع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويب الماضية ماني أياج مرت بها سكر في خيارات لي أمامه يفقد الكراب وضعت عليه الفرصة ساديو ممتاز من الفريق لاستعادة الكرة فرصة خطيرة لتقدم في النتيجة هدف في منذها الجمال في منذها الروعات الله على استخلاص الكرة وإعادتها مرة أخرى إلى الشباك الله على الإعادة على المرور على الإضلاق على المهارة على النهاية لهذه الكرة تنطلق المباراة مرة أخرى النتيجة هدفين لهدف تبرير من بنزيمة كرة بتنقطع بهذه المهارة لشهد حسنا علشة ، ، ، ، أول أفشن جاربو طاو مارتينيز أفشن جاربو طاو مرحبا نعود الآن للإتارة مع شوط ثاني المباراة تلك ولأولى من دولي 48 ساعة ليبطال فوت فيكتور بلارين فلعوبة إلى مارسيال بالألاعب مارسيال مارسيال راحت الكرة ذهبت من مارسيال اعتراض ناجح للكرة من كيليني ساديو ماني دفاع ممتاز قراءة سليمة لهذه المحاولة ساديو ماني وشكل خطورة بتقدمه ماني جربة الكرة في المرمى الكرة تحرك الشباك تحرك المتقرجات انتابع الهدف من المداية والبينية المميزة وليما هادث الهدف بعد ذلك تأتي لحظة أجمل من تسديد القوية الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك انتوني مارسيال بينية جميلة من مارسيال حارس المرمى يتعامل بشكل ممتاز مع البينية يتفوق على المهاجم جواو فليكس رينجلز يستخلص الكرة الله حنبينية خطيرة من مارسيال جميلة من ممتاز مع البينية فيها خطورة الآن محمد صلاح وهو الكرة في المرمى من محمد صلاح كرة لا تغطيه المرمى يعرف الطريق يعرف القياسات المسافات أي خطورة لهذا الهدف أنتي جلال رفاعية مقابل هدف تراث التهدف تفصل بين الفريقين مباراة من طرف واحد على عكس كل التوقعات نظريا كنا نتوقع بأن نشاهد مباراة متكافئة بين فريقين من نفس المستوى تقريبا لكننا نرى اليوم فريق يقوم بكل شيء وفريق آخر شبه مستسلم في هذا اللقاء رينجرز يفقد الكرة ساديو مانيا كرة في مكان خطير جواو فليكس ضغط جيد لاستعادة الكرة محمد صلاح بينية تضرب انتفاع من مارسيال حلوة الكرة البينية والكرة في المرمى بكل سهولة بدون المضايقات يضع الكرة في المرمى الخالي قربنا من النهاية المباراة تعتقد انتهت مسبقا لأن فرق النتيجة كبير جدا من الصعب تعويضه في الوقت المتبقي كرة تضرب الخط الخلفي كرة تضرب كرة تضرب تضرب كل الطرق تؤدي إلى الهزيمة لو سكنت المرمى ستكون بمثابة رصاصة الرحمة يا الله على هذا السيناريو شوف الأرقام توضح لك تفوق الفريق بأنه لم يكن بالصدفة الأداء القوي هجوميا القوة ليثبتها الفريق في استغلال الفرص وبالتأكيد تجعل حتى هذه اللحظة متقدما في النتيجة ربع الساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء تلاقب الكرة لمحمد صلاح يستعد الكرة بهذا التدخل مهارة في التمرير غير عادية ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم كرة بيني خلف المدافعين نوتارو مارتينيز أكم يعطيهم إتاحة الفرصة هنا كرة بتعديل مرت بجوار القائم خطيرة كانت في اللغة الماضية شوفوا التسديد شوفوا الأسلوب أي مهارة من هذه المسافة الله على كرة كان يستحق من خلالها ما هو أكثر حقيقة احتفاظ بالكرة بشكل ممتاز بناء للهجمة بهدوء مخالفة ستنفذ الآن من مكان قريب جدا وخطير كرة مواتية للتسجيل في حارس المرمى يبعد عن مرمى 8 دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة النهاية مارتينيز يعرف كيف يمر الكرات الله على نقلات الكرة كيف يولزع اللعب في أرضية الملعب أنتوني مارسيال مقطوعة تمريرة بول بوغبا كانت مباراة من طرف واحد في أغلب فتراتهم من الصعب الفريق الخسران يرجع في النتيجة كنا تصل إجواه فليكس وتمريرات كانتي لا تمر ساديو ماني العوبة إلى مارسيال تدخل غير قانوني من نظر حكم المباراة بول بوغبا في تجيك تينكاوك مضاب بدل ضاية بوغبا يفقد الكرالان أنتوني مارسيال روحة الكرة هذه هي صافرة نهاية المباراة باربرقية دون افتق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه السهرة الكروية المنتظرة وسط هذه الأجواء الجميلة المصاحبة لهذا اللقاء وكما هي العادة سأكون معكم فارس عوض من كمينة التعليق اليوم موعدنا مع مباراة طمنا منافسات دوري 48 ساعة لأبطال فوت مباراة ننتظر منها الكثير حقيقة نأمل أن نتابع مباراة كبيرة مع تجاه هذه المباريات التنافسية العالية وضغط كبير على الفرق من أجل ظهار أفضل المواهب وتقديم أفضل المباريات نتمنى بأن تكون هذه المواجهة بقدر الأمال كنا بتتحول من المدافع إلى خارج الملعب رمي التماس بنزيما تيمو فيرنر وقف على الكورتي شو اللي راح يسوي بول بوكما طرف الملعب متاح للتقدم الكثير من الموافع في ارضية الملعب العيون مستلطة على درايس ميرتنز في مقابل كريم بنزيما درايس ميرتنز هو لاح معروف بسرعته بانطلاقاته راح يسبب الكثير من المتاعب لدفاعات الخاصة أما كريم بنزيما فهو لاحب صاحب دور محوري في الملعب لأن كل الكرات تمر من عدة تقريبا ويعتبر رمانة بيزان الكرات جوردي ألبا درايس ميرتنز ضاعت الكرة على ميرتنز وتحولت الفريق الاخر كريم بنزيما وبضيع الكرة إنصفاتي بلعوبا إلى ميرتن استخلاص ممتاز داخل المنطقة كريم بنزيما تحرق جيد في الثلث الهجومي لأن يخسر الكرة بعد هذا التدخل نظرة ممتازة للملعب أوهو الكرة في المرمى مهارة تحرق جيد في الثلث الهجومي الكرة لا يسجلها إلا الكبار هدف أول في المباراة تقدم لأبي هدف مقابل للشيء تمرير استعراضية بالكام ينتقلون بالكرة إلى الثلث الأمامي كب إمكانا ينتصروا بالكرة بشكل أفضل أرضية كانت بدون تركيز يمسك حارس المرمى بكل سهولة إنصفاتي بوليتانو الآن عند رايز ميرتلز مستحيل هذا التصديم أي روعة أي ردة فعل أي إبداع أي حارس مرمى ركنية منفت بعيدة من حدود مطقة الجلسة تسديدة يا رب عرضية ممتازة في الخلب واضح إن الجماهير غاضبة من عدم احتساب ركل الجزالي صالح الفريق وتشعر بأنها كانت مستحقة لمسة جميلة الله على اللمسة الله على اللعبة مستحيل الكرام كنا بترتد من القائم حكم يحتسب رمي التماس كانوا يبحثون عن حصول على ضرب ركنية بوليسانو كرة عند درايز ميرتلز كرة التعادل يا رب على الكرة التعادل في هذه اللحظات هدف تعديل الكفة التعادل إيجابي واحد واحد قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات بول بوكبا بتروح الكرة من بول بوكبا بيعدم الكرة بيروح فيها هذه كرة هدف لان فرصة خطيرة لكن كورتوار في الموعد أي تصدي خيالي ركنية تنفذ بشكل قصير يأخذ الكرة في منطقة خطيرة جدا شوفوا الآن تظهر فعالية الضغط العالي ماتيو بوليتانو ميرتنز الكرة خارج الملعب ضربة مرمى كريم بنزيمة كورتوار تنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب كورتوار تصلي جواه فليكس كورتوار إلى خارج الملعب ضربة مرمى إنسوفاتي درايس ميرتنز تدخل وفتكاك في منطقة الجلزة بوليتانو جواه فليكس اعتراض من الجماهير على حكام المباراة بسبب تجاهلة لرحلة الجلزة تعتقد وترى بأنها كانت صحيحة وحاولت هدف التقدم كنا بالتعدي من فوق العرضة حظ سيف لقد الماضية حاول يلعب لكورام لوب من فوق حرس المرمى لكن ضاعت اللقدة كان ممكن يسجل هدف جميل في اللقدة الماضية ضاعت الكرة على ميرتنز وتحولت الفريق الآخر درايس ميرتنز فرصة خطيرة لتقدم في النتيجة يا الله هدف من درايس ميرتنز من يستطيع إيقافه من يستطيع أن يمنعه من يوقف هذا الهداء من يعرف طريق المرمى جيدا ريس ميرتنز الحكم ينهي شوط الأول والنتيجة 2-1 بالنظر لمستوى درايس ميرتنز في شوط المباراة الأول تمكن من الظهور بشكل رائع وننجح في زيارة الشباك في مناسبتين أكيد يضع عينة على الهاترك في شوط الثاني ترجمة نانسي قنقر الآن أحداث الشوت الثاني من هذه المباراة الرائعة جدا والتي تأتي في إطار منافسات بطولة دوري 48 ساعة لأبطال فوت ممكن هابيب ممكن كرة التعادل هدف التعادل الله على اللعبة عودا إلى البداية من جديد لقافي فرصة خميلة هنا الله ببطل القدم بعيدا عن حارس المربا ترأت التهدف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي يا السلام يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وين تصل الله على الكرة بول بوكبا منذ يتواجد في المكان المناسب لوزانو فرصة الهجم المرتدل آن فرصة كانت الهجم المرتدة لكن ما استغلت بشكل مطلوب دقة في التمرير شوفوا الأقضاء شوفوا اللعبة عندها فرصة للتسجيل جاءت اليأتيم يعد المباراة للبداية مباراة بتنافس عالم تقارب في المستوى نتيجة تعبر عن ليدار موجودة في أرضية الملعب بول بوكبا جواو فليكس تيمو فيرنر تدخل وكرة تبعاد ماتيو بوليتانو يتاقد جميل الأمام جواو فليكس كنتي مارتينيز تيمو فيرنر كنتي الكرة تصل لي ميرتنز لوزانو كرة خطيرة للتقدم في النتيجة هدم بالتقدم يأتي يغير مسار المباراة نقطة تحول في هذا اللقاء كل شي سأتغير يا الله على التوقيت إن صفاتي ممكن فريق يستغل الوضعية ويبدأ هجم مرتدة جزء رع فيها وبالتالي ضاعت فر سجل الهاتريك أكملت قنافية المباراة الخيالية المثالية الاستثنائية مباراة غير عادية يغطف الأضواء كل الأضواء والأنظار يا السلام على نجم الهاتريك اليوم تدخل سليم يعترض الكرة البينية كرة بتضرب الخط الخلفي تغير المسار الكرة إلى ضربة زاوية كرة قصيرة يتدخل بوكبا ويقطع الكرة يوند من سون حط في مكان يا نعيم يا نعيم الكرة في المرمى أي نعبة أي نهاية هدف في منتهى الروعة فرصة من جديد لكرة التعادل الحارس يخرج من مرمى ليمساك الكرة لوزانو فرصة لان لكرة مرتدة كان ممكن يلعب كرة مرتدة بشكل أفضل وبشكل أسرع كانتي بنيه بشكل ممتاز من كانتي الدفاع يقطع الطريق يكسدن تصويبه ختم وجود وقرار سليم تنفيذ سريع للكرة الثابتة ماتيو بوليتانو تدخل نظيف يفتك الكرة بدون اخطاء يوند من سون تنقل الكرة بشكل ممتاز بالدقائق الأخيرة فرصة أخيرة للتعادل الآن حماس لا يتوقف من الجمهور يريدون من فريقهم أن يوسع الفريق أكسر وأن يطلق فرصة للتعادل كرة للتعادل الآن يا الله مستحيل عادوا في النتيجة في الوقت القاتل بهدي في أمشاكل سليم الله على المهارة شوف الفنيات الحكام يشير إلى ركل حرة ربما يفكر في تجربة حفظة في هذه اللقطة وأن يستدق مباشرة من هذه مسافة سبع دقائق على نهائة هذه المبارات ممتاز كانت في الاعتراض بول بوكما الفريق يتقدم فيها شو بناء الهجمة فرصة هدف الفوز في الوقت القاتل من المبارات نقول وكانت يا ربا مستحيل ما يحدث ما كل هذه المتعة أي عودة أي قوة أي غيرات أي أسرار على الفوز في هذه اللحظات كومان فشل الفريق في تحضير اللعب كانت دقيقة الأخيرة من عمر المبارات ولا فرصة لكرة مرتدة ضاعة الهجمة المرتدة ولا الكرة بتعود الخصم كومان فرصة ليرسع كرة عرضية نجم المبارات عريس القمة حديث اليوم منشيت الصحو في غدا يتألق ويسجل الهاترك في المبارات فوز يعبر عن قوة الفريق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 التظارة مواجهة ممتازة المستضيف هذه كرة هدف الآن انطلاق متسريعة كانت نتيجتها بتسلل وبالتالي على خطورة على المنافس حمل جيد في قطع الكرة سام givenه ابنزيمه بتسلل واضح تحرك قبل لعب الكرة وبالتالي انتهت الخطورة ريناتو سانشيز قطع ممتاز الكرة قبل ان تصل الخصم بتروح الى جواب فليكس عدى الفرصة في هذه اللحظات كرة خطيرة على القائم مجهود كبير في البناء في صناعة الفرص فرصة خطيرة لتقدم في النتيجة بروفو حارس المرمى فتا صديق ريناتو سانشيز كريستيانو تمريرة رونالدو لا تمر كانت عند حلول كثيرة في هذه اللحظات تصرف سريع من حارس المرمى يتفوق في هذا الموقف كريستيانو رونالدو حسام عوار انطلاق هجومية من ريال منذ يتواجد في المكان المناسب ريال يستعيد الكرة تلق من حارس المرمى شوف اللقطة شوف الخروط من المرمى في التوقيت المثالي تيبو فيرنر بمروعة تقدم الكرة تدخل ترجمة نانسي قنع رائع ينهي الخطورة الآن كرة تصل جواب فليكس يبحث عن الفرصة بروفو في التقديم شوف بعاد الكرة خلصها من منطقة الخطورة يبقد الكرة تيمو فيرنر جواب فليكس الله يا رعيب حتى من فوق حارس المرمى هدف أول في المباراة تقدم الآن بهدف مقابل للشيخ ريناتو سانشيف حسام عوار كريستيانو رونالدو بيعدي وبيمر بالكرة هدف تعديل الأوضاء هدف العودة للقاء من جديد من البداية نشوف الهدف من بدايته شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سريم بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديد القوية الكرة التي تذهب مباشرة من برد فيها انطلق فيها راح راح ووهو هذه لحظاتهم هذه متعتهم هذه كراتهم هدف فاقر يوسعون به الفارق هدفين في غضون لحظات ليست غريبة على هذا الفريق ريال يبحث عن طريق المرمى فرصة خطيرة هنا فرصة ذهبية لقتل المباراة مذكراً لكن بالضيح كان ممكن يريح الأعصاب لو سجل هذه الكرة كان بالإمكان أن يصبح الفارق هدفين الآن تسلل يشير إلى الحكم واللعب كان متقارب حقيقة راح نتأكد من صحة هذا القرار نيمار كريستيانو مستحيل هدف من كريستيانو رولاردو هذه كراته وهذه لعباته أمام المرمى لا يترداد ويعرفون كيف يجد طريق الشفاك المصارب لا تأتي فرادا لقطات ولحظات مجنونة هدف آخر في توقيت متقارب نتيجة الآن ثلاثة هدف لهدف هدفين يفصلان بين الفريقين فريق الضيف يعتمد الآن على تكتيك الضغط المستمر على أصحاب الأرض ضاعت الكرة ضغط على كيليني الحكم يشير إلى ركل حرة كول جورجو كيليني إراءة رائعة للكرة واندفاع في الوقت المناسب ممتازة بالتجاه رونالدو حطها في المرمى مساعد حكم تأخر في الرايم والهدف يلغى في هذه اللحظات في المكان المناسب موجود نايمار لاستعادة الكرة رافينيا المساحة أمامه في هذه اللحظات إبعاد ممتاز الكرة من مناطق الخطورة بلايينية مثالية خلف المدافعين يا ربه من يستطيع إيقافه الآن يسجن بكل الطرق يسجن من كل ترجمة نانسي قنقر